اشتركوا في القناة لا يضركم بشيء في عنا سؤال اليوم هو ما الفرق بين البرج والطالع او شو منستفيد من البرج وشو منستفيد من الطالع او ايش ممكن انت تشرح لنا عن الطالع بطريقة مبسطة نفهم ايش يعني الطالع بكل بساطة البرج هو اللي بعطينا الاشياء العامة يعني صفاتنا صفات الاشخاص اللي حولينا الظروف الخارجية اللي بتصير معنا اعمالنا طريقة لبسنا طريقة شكلنا اهتمامنا بمظهرنا بالنظافة بالتعامل مع الغير مزاجياتنا عصبياتنا كل اشي اسمه صفات عامة له علاقة بالبرج عشان هيك لما تيجي تطلع على شخص للوهل الاولى وبكون عندك خبرة انت بالصفات فبتحدد هذا الشخص من برج العقرب مثلا او من اذا كان كثير حركة بتقول على طول الخط هذا بيجي على الجوزاء او بيجي على القوس اذا كان كسول وحركته بطيئة بتروح على الابراج الترابية اذا كان معتد بنفسه وعنده ثقة وعنده قدرة على الخطابة وتوصيل المعلومة وعنف وان وما بعطيك مجال تحكيه على طول الخط بتروح على الابراج القيادية اللي هي الابراج النارية ولكن لما تيجي بدك تدخل انت لخصوصية البني ادم هاد وتعرف اسرار البني ادم هاد اللي هو كيف بفكر كيف بنام شو نوعية الطعام اللي بيحبه ايش نوعية العطور اللي بيحبها كيف علاقته في اهله كيف بتعامل مع محبيه كيف بعشق كيف بيكره كيف بيسيطر الاسلوب اللي بتتبعه في عملية ابداء وجهة نظره هل هو واضح ولا هو مراوغ عنده قدرة سياسية على التحليل ولا انه انسان بس بدب المعلومة ومش سائل ايش اللي بيطلع من وراها لما نيجي لهاي الاشياء معناته الطالع اللي بيجي بتحكم في هذه الامور البرج بعطينا الشمس وين موجودة وتأثيرها العام علينا ولكن الطالع بعطينا كل الكواكب وين موجودة وكل كوكب في اي بيت وكل بيت ايش بمنحنا بعطينا مشاعر بعطينا عواطف بعطينا جمود بعطينا غضب بعطينا الحقد بعطينا الكره بعطينا اللين بعطينا الرحمة بعطينا حبنا للعلم بعطينا كرهنا للعلم بعطينا حبنا للسفر بعطينا كرهنا للسفر بعطينا كل شيء خاص فينا احنا هيك بكل بساطة ممكن أنت تفرق ما بين برجك وما بين طالعك برجك بتحكم في الأمور العامة أي أحداث بتصير حواليك طالعك بتحكم فيك أنت كشخص ومشاعرك وأحسيسك إشي بتمنى أنه وضح الجواب وإذا ما وضح الجواب وفي أشخاص ضل عندهم سؤال عن شيء معين يتعلق في أمر الطالع يكتبوا لي تحت ورح أجاوب عليه في تتم لسؤال أو لموضوع إحنا حكينا فيه في الحلقتين الماضيات أو قبل حلقتين هو موضوع الأحجار الكريمة الأحجار الكريمة اللي أنا قصدت فيه هو النصابين اللي بيحاولوا أنهم يوصلوا لك أن الحجر الكريم هذا ممكن يعمل لك معجزات أما الأحجار الكريمة وعلم الأحجار الكريمة واتصالها بالأبراج وكل برج ونوعية الحجر الكريم الخاص فيه اللي بيمنحه طاقة وبعزز من طاقته وممكن يساعده حتى على عمليات الاستشفاء الذاتية أو شحن جسده بالطاقة هذا علم ثاني إلو علاقة وارتباط كامل بعلم الفلك ولكن عشان أنت تستخدم هذا الحجر أول إشي لا بدك تثق بفلكي ولا بدك تثق في شخص تاجر موجود على الإنترنت ببيع الأحجار الفلكية أو الأحجار الكريمة ولا بدك تنزل على الأسواق على الناس اللي بتبيع اللي هي شغلات الأثرية والتحف القديمة لأنه هم ما بهموا أنك أنت اشتريت الحجر أصلي ولا اشتريته تقليد فعشان هيك عشان ما تنغش أنت في هذا الموضوع لما بيجي بيقول لك حجرك مثلا معدنك الذهب على الصائغ مجوهرات مثلا ماس على الصائغ ياقوت زمرد برضو على الصائغ يعني على الأشخاص المتخصصين في هذا المجال ومعظم هاي الأحجار خصوصا الأحجار الثمينة يعني زي الزمرد أو زي الياقوت أو زي المرجان أو الماس أو هذي أو اللؤلؤ كلها هاي بتيجي مع وثيقة مع شهادة بتحكي لك قديش هذا نقوته قديش كم قراط قديش الوزن قديش السعر برضو عشان أنت ما ينضحك عليك وتخسر فيه في أحجار تصنع يعني في أحجار موجودة في السوق مصنعة أساسا يعني أخذوها قلدوها وصنعوها وعملو لكيها شبهها حتى العقيق صار مصنع يعني موجود زجاج مش موجود حجر كريم الفيروز نفس الشيء صار منه مصنع كثير مصنع لدرجة أنه أنت بتقدرش تتميز ما بين الصحيح وما بين المش صحيح فعشان هيك إذا بدك تشتري بدك تشتري من إنسان موثوق وهو يشغله في هذا المجال واثنين إلو محل معروف وهذا الحجر بدي يكون هو مسؤول عنه بدي يعطيك شهادة فيه بس هيك إحنا منكون خلصنا عشان ما نطيل إحنا في الحلقة نحاول نعطي إحنا إجابات سريعة عن الأشياء اللي إحنا بدنا نعرفها أو لازم الكل يكون منتبه لها بالنسبة للقمر اليوم استقر في برج العذراء رح يكون متواجد طيلة هذا النهار في منزلة العواء منزلة العواء هاي ممتازة جدا للربح والحرية والزواج فهي زاوية ممتازة جدا الآن القمر لما بكون موجود في برج العذراء منلاقي كلنا طبيعتنا كل الأبرج أو كل الأشخاص بعودوا لطبيعتهم الجادة بنصير عنا اهتمام لصحتنا ممكن نروح نسجل في أنذية رياضية أو نصيرنا نعمل برنامج غذائي أو نبدأ في عملية مراقبة الوزن أو الاهتمام في شكلنا بكون عنا نشاط كبير في عملنا أو للذهاب لعملنا ما منترك ولا أي موضوع إلا منركز فيه ومنتفحصه ومندقق في تفاصيله منشوف حالنا صرنا أكثر تنظيم خصوصا في عملنا منحس أنه الناس صار عندهم نوع من أنواع البخل في العطاء المادي والعاطفي ممكن ننتقد حتى أنفسنا في هاي الفترة يعني مننتقد أي شيء ولكن المشكلة في هاي الفترة إنه بصير عنا نوع من أنواع الوسوسة وإنه نتوهم أمراض أو أشياء هي بالأصل مش موجودة هاي الفترة تعتبر من أفضل الفترات طيلة الشهر كامل لما بكون القمر موجود بالعذراء هي لترك التدخين أو ترك المشروبات الكحولية أو ترك عادة قديمة إحنا حابين نتخلص منها بالفترة هاي ممكن أنه واحد حاب يشتري حيوان أليف أو يقتني حيوان أليف هاي الفترة ممتازة اللي عندهم حب للمطالعة برضو ممتازة جدا لإلهم وللي حاب يبدأ برضو بعمل جديد هاي الفترة ممتازة جدا لإلهم لأنهم بكونوا دقيقين على كل الأوجه بالنسبة للزوايا الفلكية إحنا بالأمس حكينا عن زاوية أورانوس اليوم رح نحكي عنها لأنه هي رح تتشكل بعد قليل فزاوية التثليث الإيجابي اللي رح تكون بين القمر وأورانوس في تمام الساعة 6.38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن أنه إحنا نفاجئ الناس أو الناس يفاجؤون بتصرفات أو بأمور غير متوقعة الأمر الثاني هو انتقال كوكب الزهرة من برج الدلو لبرج الحوت وحكينا أنه انتقاله رح يكون الساعة 6.38 دقيقة بتوقيت جرينيش مساء هذا الانتقال رح يعطي طاقة كبيرة لكوكب الزهرة ورح يمدنا كوكب الزهرة لأنه هو في بيت مناسب لإله بكثير أمور خصوصا الأمور العاطفية والحضوض لأنه هو يسمى السعد الأصغر أكثر المستفيدين من هذا التواجد هم موليد برج الحوت والأبراج المائية والأبراج الترابية يعني السرطان العقرب الثور العذراء الجدي وأي شخص وأي شخص انولد وكان الزهرة موجود في برج الحوت نلاحظ أنه الفترة هاي بصير عندنا نوع من أنواع لاهتمام بالأجواء الرومانسية بصير الجو أدفى عواطفنا بتكون متأججة أكثر بالنسبة لمزايا هذا الانتقال وتأثيره على جميع الأبراج الحمل فرصة التعامل مع مؤسسات أو شركات كبيرة اثثور تعزيز النشاطات الاجتماعية الجوزاء فرصة للتقدم في العمل ولا أي شخص بيبحث عن عمل السرطان نجاح في السفر والاتصالات والدراسة الأكاديمية والموضوعية وضيع القضائية الأسد بيجيهم مال إما من تركة أو تعويض أو شراكة العذراء بتعزز الشراكة المالية والعاطفية الميزان تعطي فرص للي بيبحثوا عن عمل وبتعزز العلاقة مع الزملاء العقرب تعطيهم حضوظ وافرة في العاطفة والمال وفرصة للنساء للدخول في الحمل أو بداية علاج للدخول في الحمل من مواليد برج العقرب القوس استفادي في السكن والعقارات والعلاقات العائلية الجدي نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات وما يتعلق بالسيارات والاتصالات والمواصلات ككل الدلو مكسب مالي أغلبه من عمل إضافي الحوت بيتحسن مظهرهم وبيطرق على مظهرهم الخارجي قوة من العاطفة والجاذبية بينجذب أفراد الجنس الآخر لإلهم أما الزاوية اللي رح تتشكل بعد هيك هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون هاي الزاوية ساعة ثنتين صباحا بتوقيت جرينيش هاي الزاوية عادة بتخلق نوع من أنواع الملل أو شعور بالملل من أي عمل روتيني منكون بحاجة للهدوء والتحلي للصبر في أي مسعى منتحرك باتجاهه يفضل في هاي الفترة أو في هذا الوقت أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفي ممكن يثور ثورة عارمي جدا من الغضب لأي مشكلة أما الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري في تمام الساعة ستة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا وأكثر نحاول إننا نساعدهم بقدر الإمكان يعني أي عمل إنساني بتلوح الفرص لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية الزاوية التي تليها وهي الزاوية رح نحكي عنها برضو بكرة هي زاوية التقابل السلبية بين القمر ونيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيش مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين حكينا إنه القمر موجود بالعذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم خمسة عشر واحد ببدأ خلو المسار الساعة 12 و 11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بيستمر حتى تمام الساعة 3 و 42 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بعدها بنتقل القمر لبرج الميزان يعني خلو المسار هاد رح يكون قرابة الثلاث ساعات وشوي بالنسبة لعمر القمر القمر الآن في انحسار المحدب عمره 19 يوم وغدا تقريبا بحدود الساعة 7 ودقيقتين مساء مدخل في اليوم العشرين نسبة الإضاءة بتكون ثمانين في المية بالنسبة لمواقع الكواكب ومزاج الكواكب الشمس في الجدي لغاية عشرين واحد مزاجها سعيد القمر في العذراء حتى خمسة عشر واحد منتحس عطارد في الجدي حتى يوم ستعاش واحد منتحس الزهرة رح تكون في الدلو في الحوت لأنه حكينا عن انتقالها للحوت حتى يوم سبعة اثنين مزاجها سعيد المريخ في القوس حتى ستعاش اثنين سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة مزاجها ممتزج يعني بغلب طول النهار بين السعودة والنحوسة بظل يتقلب زحل في الجدي حتى أحد عشر خمسة مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية مزاجها سعيد نيبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى خمسة عشرين أربعة المزاج ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل هذا اليوم بتراكم العمل فيه أكثر من المعتد ممكن يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة أو تحس أنه فيه صعوبة في إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار بدكوا تنتبهوا كثير لصحتكم القمر موجود في بيتكم السادس بيت الصحة فبضغطكم شوي من ناحية الصحة ومن ناحية العمل بدك تدير بالك وتحاول أنك تجد أنواع من الحلول وتعالج المسائل الطارئة عشان تقدر تتواصل أو توصل لاتفاق مع أي شخص أو أي طرف ثاني هذه الفترة ممتازة أنك تبحث فيها عن حليف أو عن أي شخص يدعمك ولكن بالمقابل بدك تتجنب أي إساءة وخصوصا للأصدقاء ولشركائك في العمل أهم نقطة أنه بدك تنتبه على صحتك برج الثور بتظل عندك اليوم رغبة قوية في التقرب من أحبائك وإيجاد أي قاسم مشترك بجمعك فيهم هذه الفترة الفلك تقريبا أو القمر بحيطك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط هذا اليوم ممكن يكون هو أفضل أيام الشهر وأوفرها حضوضا بتشعر فيه بالطمأنينة وتشعر فيه بالراحة برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبصير اهتمامك على البيت وعلى الأعطال والمشاكل البيتية وحلول وإيجاد حلول للمشاكل البيتية والأمور البيتية هو العامل الطاغي على هذا النهار بتقدروا الدخل أي تعديل مطلوب على مساكنكم ممكن تشعر ببعض الحزن والتعب وتبحث عن أي ملاذ آمن أو مكان هادي على أساس أنك أنت ترتاح فيه أهم شيء أنك لا تنتقد أقرب الناس إلك وخصوصا على المستوى المنزلي أو العائلي لأنه ممكن أن يصير فيه نوع من أنواع التوترات من كثرة الضغوط والأمور الطارئة اللي ممكن تجد عليك خلال هذا النهار برج السرطان يوم مليء بالنشاط ومليء بالأحداث ومليء بالمغامرات ولكن تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن من مخالفات من أعطال سيارة من تهور أهم شيء أنه خلال هذا اليوم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو مع جر ممكن يسجل هذا النهار يا لقاء مهم يا اتصال مفيد وممكن تجري بينك وبين أشخاص أبحاث أو مفاوضات بتكون ناجحة ممكن يكون عندك خلال هذا النهار يا زيارة تلاحق فيها عملك أو عمل ملح عليك وضروري يا إما مقابلة أهم شيء أنك تكون مستعد لها واللي عندهم امتحان فترة ممتازة جدا للامتحانات برج الأسد القمر لما بيكون موجود في العذراء يعني بيت المال للأسد بيجيب لهم فرص مالية ولكن في المقابل بتزيد نصاريفهم بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع وبدكوا تبعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي لا تتسرع في أي استثمار يابل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك بدك تكون عاقل ومتيقذ قبل توقيع أي عقد ولازم تبقى محدد أهدافك برج العذراء تشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة وخصوصا على أي موضوع وممكن تسيطر على زمام الأمور كاملة بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة في مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وممكن تجتهد على إنجاح مشروع جديد هاي الفترة بقدر أوصف لك إياها أنه فترة حماسة ووضوح في الأفكار برج الميزان القمر موجود في بيت متاعبكم هاي تكفي إنك أنت تعرف إيش المتوقع خلال نهار الغد بتطلب منكو الانتباه بشكل كبير على صحتكو بسيطر عليكو التعب الشديد إرهاق صداع ما عندكو رغب إنكو تعملوا أي شيء ممكن إنك تفكر بإلغاء حتى الموعيد واللي بتعاد عن أي مصدر فيه دوشة أو صوت أو ضوضاء أو إيش ما كان يكون أهم إشي بالفترة هاي بدك تحمي نفسك من المحتالين تهدأ وطيرتك وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال بدك تصبر اليومين هذول مضيهم على خير لحد ديتما القمر يوصل لعندك عشان تبدأ أنت بأفضل مراحل هذا الشهر برج العقرب رغم إنه بداية التعب بدأت بالأفق عندكو ولكن بتشعروا إنه عندكو نشاط اجتماعي ويكون في عندكو رغبة إنكو تلتقوا الأصدقاء منكو ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو يكون مدعو لحفلة أو مناسبة أهم إشي إنه خلال هذا النهار ما تكون وحيد وما تجلس وحيد حاول إنك تسارع للمشاركة في أي شيء أو أي مناسبة حاول إنك تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون واضحة بالنسبة لإلك وما بجوز في هاي الفترة إنك تتجنب إنك أنت تتخذ قرار معين برج القوس في هذا اليوم تقدر إنكو تحافظوا على سمعتكو على إنجازاتكو القائمة في مجال العمل يوم مناسب للي ببحث عن عمل أو تقديم طلبات للعمل أهم إش إنك ما تجازف بسمعتك ولا حتى باستقرارك الوظيفة إذا كتتجنب التصرف الإرتجالي إذا كتكون مرتب أمورك بشكل صحيح وتركز بشكل ممتاز جدا خصوصا على العمل وأنا بفضل إنك تركز على عمل واحد مش على عدة أعمال إنجز اللي في إيدك بعدين انتقل للي بعديه يعني نظم جدول أعمالك عشان تكون أنت قادر على إنجاز كل الأعمال برج الجدي يعني يوم بعوض بعض الضغوطات الكثيرة اللي أنت عايشها من شهرين تقريبا أو أكثر من شهرين في هذا اليوم بتنشطوا في السفر والاتصالات بكون عندك نشاط كبير ولكن بتكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارات بين المدن اندفاعك حماسك ممكن يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائقة والفائضة هذا اليوم تطمئن خواطرك وبتختفي أجزاء كثيرة من هواجسك والأشياء اللي كانت مؤثرة عليك فترة إيجابية جدا ما تضيع فرصة هذا النهار عليك لأنه ما رح يتكرر هذا النهار إلا لحديث ما القمر يوصلك أو يوصل برج الجدي برج الدلو بيركز اهتمامك كله على تفحص حساب مالي مشترك ولكن بتكون تخففوا من النفقات خلال هذا النهار صحتك أو صحت قريب إلكو بتكون بحاجة للرعاية بدك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط بالرأي بدك تبحث عن كل الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف بترضيك وبترضي الطرف الآخر أهم إشي إنه ما تهمل أي ملف وما تهمل أي قضية تطرق خلال هذا النهار برج الحوت تتركز جهودكو حول البحث عن قاسم مشترك بتجمعكو بالشركاء سواء في العمل أو في العاطفة بدكو تكونوا أكثر تفهما لوجهات نظرهم وتحاولوا أنكو تستوعبوهم وتحاولوا تقدروا تتفاهموا معهم بدك تعرف كيف تنسق بين مختلف الواجبات اللي مطلوبة منك خلال هذا النهار أهم إش إنك تحافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة ممكن يكون الضغط صحيح كبير لأنه القمر مقابلك مباشرة في العذراء ولأنه طاقتك ضعيفة وأي تقصير ممكن الأوضاع تصير صعبة جدا عليك إيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم تحياتي لألكو شكراً لا استماعكو تحملي يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء